صباح عادي يعني إنه يوم مشمس في مدينة برلين الفعل هو اوفوخن يعني استيقض يستيقض وتبدأ يومها في الحمام دس بادو تسمى وهو الحمام زي تخت ins بادو تسمى تدخلوا إلى الحمام تخت هو الفعل تختن يعني دخلا يدخلوا ودس أرس تواس زي زيت وأول شيء تراه هو الحوض اللامع الصفر غلنسند معناها لامع هذا الحوض حوض غسل اليدين أو الوجه يسمى دس فاش بيكن وحوض الاستحمام الكبير وهو حوض الاستحمام يعني وراء سطارة حمام در دوش فورهن هي سطارة الحمام زي دريت دن فاسهن اوف يعني تفتحوا الصمبور در فاسهن وهو الصمبور الفعل اوفدري يعني فتحه يفتحوا وتغسلوا اليدين بصابون اليد الموجود بجانب المرآة على حوض اليدين أو حوض غسل اليدين أو الوجه يعني بجانب المرآة وهي المرآة هنا عندنا الفعلشتين وعندنا الضاتف لماذا؟ عندما نستخدم الفعلشتين نصف بذلك شيء موجود بشكل عمودي ونستخدم الضاتف لأنه لا توجد حركة يعني أشيء موجود لنحركه من مكانه بعدما أصبحت يديها نظيفتين نمت أنا إغو تسان بوست يعني أخذت أنا فرشات أسنانها دي تسان بوست وهي فرشات الأسنان دي إن أينم بيشا نيبن دم هانتوخ هالتا شتيت الموجودة في كوب أو وعاء بجانب حامل المناشف كما تلاحظون هنا الفعلشتين استخدمناه لأننا نصف شيء ما موضوع بشكل عمودي واستخدمنا كذلك الضاتف در هانتوخ هالتا حامل المناشف تنظيف أسنانها جيدا تنظيف الأسنان يعني جيدا وتشبولت إيرن موند أوس وتغسلوا فمها دير موند وهو الفم أوس شبولن وهو الغسل بماء متضفق أنا تسيت دين دوش فورها تسوزايته تقوم أنا بسحب ستارة الحمام جانبا تسين في المعنى السحبة زي دريت دين فاسا هان اوف يعني فتحت الصمبور ون داس فامو فاسا بيجنت تسو فليسن وبدأ الماء الساخن بالتدفق فليسن في المعنى تدفق أو جرى زي نمت داشامبو ون داس دوشگيل تأخدو الشامبو واجيل الاستحمام داس شامبو داس دوشگيل دي أم راند در بادوانة شتين الموجودين على حافة حود الاستحمام در راند وهي الحافة وند بيجنت سيخ zu واشن وبدأت بالغسل بمعنى بدأت بالاستحمام سيخ واشن يعني غسل أو استحمة وند إيرو هار تسو شامبونيرن وغسل شعرها بالشامبو شامبونيرن في المعنى غسل بالشامبو ناخدر دوش بعد الاستحمام أو الحمام تركنت زيزيش مت اينم فلاوشيغن هانتوخ اب تجففو نفسها بواسطة منشفة ناعمة زيش ابتركنن يعني جففة يجففو در هانتوخ وهي المنشفة فلاوشيش صفة معناها ناعم ناخدام انا جيدوشت هات بعدما استحمت انا دوشن يعني استحمة يستحمو تسوك زي اين بادو مانتل ام ارتدت رداء حمام در بادو مانتل معطف أو رداء الحمام انتسين يعني ارتدى يرتدي در ان در تور هنگ يعني الذي كان معلقا على الباب الفيل هنگ يعني علقا يعلقو دان نام زي اين فلاش هاغ اول يعني ثم اخدت قنين من زيتي الشعر دس هاغ اول هو زيت الشعر ودلكته بلطف في شعرها مصير يعني دلك يدلكو زنفت صفة معناها بلطف انشليسند نام زي اين فلاشه كوربا كريم يعني بعد ذلك اخدت قارورة او زجاجة من كريم الجسم دي كوربا كريم وهو كريم الجسم ودركت سي اوف ايرو هاوت اوف وقامت بدهنه على بشرتها الفيل اوف تخاغن هنا معناه دهنة دي هاوت وهي البشرة يعني الان حان الوقت للاعتناء او الاهتمام بشعرها يعني تأخد انا مجفف شعرها دهنة وهو مجفف الشعر وبدأت بتجفيف شعرها فن تجفيف الشعر بواسطة السشوار زي بنوزت اين هاوبورست تستخدم فرشات الشعر دي هاوبورست وهي فرشات الشعر ام ايرو هاو تسو كامن لتمشيد شعرها كامن فعل معناه مشطة دان نمت زي دين غازيغة ثم تأخدوا ماكينة الحلاقة دير غازيغة وهي ماكينة الحلاقة ام ايرو باين شنل تسو غازيغن لحلق ساقيها بسرعة غازيغن فعل معناه حلاقة لأنها تود اليوم ان ترتدي سيروال قصير كورتزوهوز وهو البنتال القصير او سيروال قصير تخاغن في المعنى ارتدى يرتدي فوق دم شبيجل شتيند يعني واقفة امام المرآت انتشايدت زيخ انا قررت انا يعني قرر يقرر وضع القليل من احمر الشفاء يعني وضع احمر الشفاء دير ليبن شتيفت وهو احمر الشفاء بفوق زي داس بادو تسمى في غلست قبل ان تغادر او تترك الحمام في غلصن فعل معناه غادرة او تركة بنوط زي نوخ كورتز دي ناغل كنبسة استخدمت ايضا لفترة وجيزة مقص الاضافر دير ناغل كنبسة وهو مقص الاضافر لتشكيل اضافرها دي فينغر ناغل وهم الاضافر يعني الحصول على شكل تستخدم مقص الاضافر لكي تحصل على شكل معين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة